على مرمى حجر من مدينة رمالة وأقرب نقطة إلى مقر الحكومة الفلسطينية بات مستوطن يسيطر على أرض تقع بين منطقتين رفات وقلندية شمال غربي القدس المستوطن الذي لا يخشى الدخول إلى المناطق الفلسطينية بات يتردد بشكل شبه يومي ويشرف على أعمال حفر بمساحة تقارب 200 دنم إذ لا تعرف النوايا حتى الآن وما المستقبل القريب الذي ينتظر المكان قبل حوالي أسبوع بيظهر في الصورة أنه في مستوطن لما احنا تسألنا على الموضوع تبين أنه إلانية يعمل مستوطنة زراعية هذا المكان قريب جدا من مطار قلندية اللي مهدد حسب مخططات الحكومة الإسرائيلية بعمل مستوطنة من 9000 واحدة سكنية هذا الأمر هو خطير جدا على المنطقة خاصة أنه قريب جدا من الطريق الواصلة إلى الشمال غرب القدس ويربط هذا المكان المطلع على القدس ورامالله ومطار قلندية الدولي المفصل الرئيس لمنطقة شمال غربي القدس كانت إسرائيل فيما مضى افتتحت طريقا بين قلندية ورافات وأوصلته بمدينة رامالله حتى تبعد الفلسطينيين عن الطرق المؤدية إلى القدس وتبدو المخططات تسير بصورة متسارعة من خلال عشرات إختارات الهدم التي وزعها الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين الساكنين بين منطقتين قلندية البلد وبلدة رافات قبل عدة أسابيع المستوطن أنا شفتها مرة بس بيجي بيجي يوم يوم بيجي يوم يوم وعلى فكرة يعني المستوطنة بقول يعني أنه يعني ماخذها بلطجة وزعر أنا مش شايف حدا قدامه مسلاحه معه وبيجي طب إذا اليوم هو بيشتغل هيك كيف بكرة لا ييجي يعملنا براكسات أو مصنع والله لا يحرمنا الطريق يعني أنا بقول منها ما حد يقول هذا المستوطن شاري لا يعمي وله شاري وله شيء بلطجة في بلطجة يعني لحكوا واتبلطجوا علينا داخل حدود السلطة بصراحة منحكي وفي فبراير عام 2020 عدت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية خطة لإقامة حي استيطاني ضخم على أراضي المطار المهجور وصادقت اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم في بلدية الاحتلال على الخطة ذاتها حتى عام 1918 كان بحيازة الحركة الصيونية أراضي تقدر مساحتها بحوالي 418 ألف دنم لكن الوسائط البريطانية وانتدابها على فلسطين سهل على الحركة الصيونية شراء الأراضي كما في هذه المنطقة التي بدأت إسرائيل بالتحضير لمشروع استيطاني لم تفصح عن طبيعته بعد من منطقة قلند يضيع حشية الغد القدس المحتلة